الجزء الثاني من أبراج هتفتح لهم طاقة القدر بدءا من نص رمضان ملكة الفلك العبقرية ليلى عبداللطيف بتكشف عنه ده الجزء الثاني مبالع عملت الجزء الأول جرج العقرب يقف الحظ بجانبك للبدء في عمل مهم كنت أجلته عدة مرات وهتجد الربح المادي الجيد بعد تنفيذه تجد النجاح أمامك كيفما تتجح حتى أخطائك لا تؤثر عليك اختنم هذه الفترة وابدأ بتنفيذ المشروع اللي انت خططت له سابقا عاطفيا يكون أمامك أكثر من شخص للارتباط إذا كنت من موليد العشية الأولى أما إذا كنت من موليد العشية الثانية فقد يطلب الحبيب منك ارتباط وتشعر أنك تحلق في عالم مختلف مليء بالسعادة بينما لو كنت من العشية الثالثة سوف تتهرب كثيرا من مشاعرك منتظرا أن تتأكد من قوة حب الحبيب واستعداده لارتباط برج الجادي تزول كل التأثيرات السلبية اللي وجهتك من العام الماضي وتستفيد من معلومات قيمة من مساعدة مادية لتحقيق هدف أساسي في حياتك وتكون أمام أمر هام يزيد دخلك المادي سوف تنال ثمرت جهدك وتحصل على موقع مهني هام تستطيع من خلاله تحقيق جزء من أهدافك في الأشهر التاتة من نهاية العام تنال ترقية هامة أو تحصل على موقع يجعل الآخرين بحاجة إليك وتعيش الراحة النفسية عاطفيا تتحلى أو تتخلى أن أصفى عن علاقة عاطفية باتت تشعرك بعدم التوافق مع الحبيب وتبحث عن حب يشعرك بالاستقرار العاطفي إذا كنت من موليد العشية الأولى أما للعشية الثانية فيطلق تغيير هام على حياتك العاطفية هذا العام تصل علاقتك مع الحبيب إلى مرحلة جدية بينما لو كنت من العشية الثالثة تعيش أحاسيس رائعة لا تستطيع تفسيرها وينبط قلبك بالحب وتود لو يشاركك الجميع ساعتك أما برج الحوت تخوض مع بدات العام مجالات جديدة وتنخرج بأعمال الإخلاقة تفتح أمامك أبواب الإبداع وتزيد دخلك المادي تحصل على الأرباح مادية تدعم مشاريعك المستقبلية وتخف الأعباء المالية التي تعرضت لها قد تتاح لك فرصة هامة تحسين وضعك المهني بمساعدة أحد الأصدقاء القدامة وعليك الاستعداد لبعض التغيير الإيجابي على الصعيد المهني والعملي وابتعد عن التأثيرات السلبية أما عاطفيا ربما تلتقي بالشخص اللي بيحرك مشاعرك وحسيسك وتعيش الحب والهدوء العاطفي والنفسي إذا كنت من العشية الأولى أما لو كنت من العشية الثانية هتختلط عليك الأمور العاطفية وتغضب من الحبيب لأنه ضعيف وبدون موقف وتفكر بالابتعاد عنه لكن لو كنت من العشية الثالثة هيتجاوز الحبيب كل الأخطاء اللي ارتكبتها يطلب منك الاستفادة من التجربة السابقة وربما يطلب منك الارتباط أما برج الجوزاء تختار الطريق السليمي تحويل كل شيء صعب السهل ويزهر وضعك المالي وتخذ مشاريعك بعد جديد وتجد أمامك كثير من المطلبات والتضحيات لتسلق سلهم النجاح وتحصل على حقوقك كلها اللي كنت على وشك الضيع اللي هي كانت على وشك الضيع يعني وتنجز عمل مبدع ينال تقدير الجميع عاطفيا تبحث عن الحب الحقيقي بعد اكتشافك إن علاقتك العاطفية بدون أمل إذا كنت من موليد العشية الأولى أما إذا كنت من موليد العشية الثالثة التانية تلتقي بشخص يستحوز على تفكيرك وتنزل للحياة بتفاؤل بينما لو كنت من العشية الثالثة تلتقي طبعا مع شخص جدي يحلم بالارتباط بيك أما الأسد تحصل على أموال لم تكن تتوقحها وتوقع عقد جديد لتبدأ بمشروع جديد وتنجح في إنجاز الكثير من المهام اللي بتؤدي لزيادة دخلك المادي وتنزل المستقبل بعين الردد وتأكد من كل وسائل النجاح أمامك وما عليك إلا أن تخطو الخطوة الأولى أما عاطفيا كانت تقود في بداية هذا العام أمام قرار صعب يتعلق بحياتك العاطفية إذا كنت من العشية الأولى ولو العشية الثانية تلتقي مع شخص صادق يأثر قلبك ويجعلك متفائل في نجاح حلاقتكم أما لو التالتة فطبعا تعيش الخوف والعزلة وعدم الثقة بقى أحد مما يجعل أحسيسك ومشارك تعيش بأعماقك دون أن تظهر للنور أما العزراء تحلم إنجاز شيء صعب وغير واقع وتحاول تحقيق ذلك من خلال إقدامك على مغامرة مادية غير مضمونة بفضل إرادتك القوية سوف تتحسن ظروفك المادية وتبدأ بمشروع صغير مع أحد الأصدقاء مستفيدا من خبتك في مجال عملك يبهرك التفوق والنفوذ ويزيد رغبتك في التحكم في مفاصل الأمور للوصول لهدفك عاطفيا تواجه بعض الخلافات مع الحبيب بالسبب عدم احترام للعادات والأعراف الاجتماعية قد تنهى علاقتك به إذا كنت من مويد العشية الأولى لو التانية تشهر تقلبات عاطفية غير منطقية وينتقل الحب والويد مع الحبيب إلى حالة من الدجر والملل لو كنت من العشية الثالثة تشعر برغبة في التحرر من الحب ليسكن قلبك وأن تنطلق لتعيش الاستقلالية والحرية بدون قيود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر